وفي الواقع هذا الجلسة فهي جد بعد الخطاب الملاكي السامي في ساح البرلمان اللي وضع واحد الخريطة الطريق والتوجيهات فهي كتالي أولاً العمل على تسريع واتيرات إنجاز السدود لا بالنسبة للسدود الكبرى ولا بالنسبة للسدود الصغيرة والتلية من أجل تابيئة كل ما يمكن تابيئته من إمكانيات مائية بكيفية اعتيادية ثانياً وهذا هو الجديد وهو التركيز كذلك على الوسائل الغالاتيادية من خلال وضع برنامج خاص لتحليات المياه لكي أولاً نتمكن من توفير الماء الساحل للشرب للساكنة وفي نصرات كذلك لكي نوفر الماء للسقي ثالثاً العمل كذلك على وضع برنامج لمعالجة المياه العادمة هذا البرنامج سيكون عنده واحد الأهمية لأن هذا يجعل أنه من جهة سنقتصدوم الماء الساحل للشرب وفي نصرات كذلك سنجعله أنه بالنسبة لمساحات الخضراء بالنسبة للملاعب الرياضية وكذلك بالنسبة للفلاحة سنستعملوا هذه الإمكانية المائية الإضافية وأخيراً هناك نقطة رئيسية تم تركيز عليها وهو العمل على الاقتصاد في الماء والنجاة المائية فأنتم تعلمون بأن هناك إشكالية حقيقية مطرحة في الإطار وهناك مجهود كبير انطلق ولكن إن شاء الله ينبغي تسريه فيه وهذا ما كذلك جاءت الملك ومرتبط بالتنقية في المجال الفلاحي هناك نصر إن شاء الله مليون هكتار في أفق سنة 2030 وهناك كذلك القنوات ديال لا بالنسبة للسق ولا بالنسبة للمأسر الشرب فهي نحصل لمرضودية ديالنا لأنها تدسل كثير باش أنه المال اللي يعبئناه أنه يوصل لا للمأسر الشرب ولا للفلاحة وأخيرا هناك كذلك المجهود اللي تخصن باللوجمية للمواطنات والمواطنين في هذا المجال باش أننا نقتصدو في الماء ونقفو من التدبير في مجال الماء